تتسم العلاقات المصرية البرازيلية في مجملها بالإيجابية وبالتعاون في ضوء التنسيق المتواصل على المستوى الثنائي خاصة فيما يرتبط بالقضايا المهمة على المستوى الدولي ومنها القضية الفلسطينية وانعكس التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بشكل مباشر في تبادل تأييد المرشحين من الدولتين العضوية المنظمات الدولية واللجان المتخصصة في تلك المنظمات علاقات قوية وراسخة تربط مصر والبرازيل كما أنها علاقات تاريخية تتسم بالإيجابية والتعاون في ضوء التنسيق المتواصل على المستوى الثنائي خاصة فيما يرتبط بالقضايا الهامة على المستوى الدولي العلاقات بين مصر والبرازيل قديمة وقد حدث تقارب بين الدولتين في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين في إطار حركات سياسية مثل عدم الانحياز واقتصادية مثل مجموعة السبع وسبعين وعلى مدار عشرات السنين اتسمت العلاقات السياسية بين البلدين بالإيجابية والتفاهم والتعاون المتميز ويتفق البلدان في العديد من القضايا العالمية ومنها مسائل نزع السلاح ومنع الانتشار وتحقيق أهداف الألفية الثانية خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في التعليم والغذاء والتنمية وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق الدولة المستقلة وتكاد تتطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والسياسية والاقتصادية باستثناء بعض المجالات الحساسة منها عملية إصلاح مجلس الأمن التعاون بين القاهرة وبرازيليا انعكس خلال السنوات الأخيرة بشكل مباشر في تبادل تأييد المرشحين من الدولتين لعضوية المنظمات الدولية واللجان المتخصصة في تلك المنظمات فقد أيادت البرازيل في السنوات السابقة وبادلتها مصر في ذلك تأييد ترشيح العديد من المسؤولين المصريين لمناصب دولية كما أيادت البرازيل مشروع القرار المصري حول نزع أسلحة الضمار الشامل خاصة النووية منها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكان لهذا التأييد أهمية خاصة في ضوء تمرير مشروع القرار بثلاثة أصوات فقط وغيرها من القرارات هي إذن علاقات تاريخية بين البلدين قائمة على التوافق والاحترام المتبادل والتشارك في وجهات نظر حول العديد من القضايا العالمية